الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا بلغنا شهر رمضان ونحمده جل وعلا جعلنا من أهل الإسلام ونحمده جل وعلا مكننا من الصيام والقيام نسأله أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا من أهل عبادته وأن يبارك لنا في أيامنا وذهورنا والسنيننا وشهورنا كما نسأله جل وعلا أن يتولى شأننا كله بفضله وإحسانه ومنه وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان من عام خمس واربعين واربعمائة وألف من هجرة المستضى صلى الله عليه وسلم وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم وبعد أنبهكم إلى عدد من الأمور في أوائل هذا الشهر أولها أن تقدموا بين يدي شهركم هذا توبة ناصحة صدوقة بحيث يكون عندنا ندم على ما ضيعناه من الأوقات وما فاتنا من الطاعات ويكون عندنا رغبة جامحة صادقة في أن نستعمل بقية أيامنا في طاعة رب العزة والجلال كما أصيكم بالسعي في إخلاص نياتكم في كل أعمالكم بحيث تجعل ماكلك ومشربك ومنامك وذهابك وإيابك تريد به أن ترضي الله جل وعلا حديثك مع الآخرين هو من حسن الخلق الذي أمرت به وحينئذ تكون مأجورا على كل أفعالك وهكذا أصيكم بالتنظيم لأوقاتكم لتجعلوها نافعة مفيدة تعود عليكم بالخير والنفع وبالتالي يكون هذا من أسباب قبول الله جل وعلا لكل أعمالكم ومن الأمور التي أوصيكم بها أيضا أن تتقربوا لله عز وجل باختيار البيئات الطيبة الصالحة التي يكون لها أثرها الحميد في حياتكم من اختيار الرفقة الصالحة ومن اختيار المدينة والمسكن الطيب الفاضل ليكون هذا من أسباب رضى الله جل وعلا عنكم ومن أسباب سعادتكم في الدنيا والآخرة والذي يوصيكم به أيضا أن تجعلوا الآخرة نصبى عينكم فإن هذه الدار قليل وقتها سريع زوالها والدار الحقيقي هي الدار الآخرة التي فيها حياة دائمة أبد الآباد وأذكركم هنا بما ورد في قوله جل وعلا على لسان ذلك النادم المتأسف يا ليتني قدمت لحياتي فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة وأما الدنيا فإنها حياة قليلة وزائلة ومكدرة ولذلك فعل الإنسان أن يجعل الآخرة نصبى عينيه في كل أموره ومن ذلك يتذكر الإنسان مثل قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقول جل وعلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وقول سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن هنا نتذكر سيرة أنبياء الله عليهم السلام ومن خير ما يدلنا على هذه السير كتاب رب العزة والجلال ومن ذلك هذه السورة العظيمة التي نبتدئ بها وبتفسيرها في يومنا هذا وهي سورة هود وهود نبي من أنبياء الله ورد ذكر موجز لدعوته في هذه السورة بعد أن أورد الله جل وعلا قصة نوح ولما كانت قصة نوح قد أفرد لها سورة خاصة سميت بنبي الله نوح كان من المناسب أن تجعل هذه السورة سورة هود وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي الإشادة بأهل الخير والصلاح من يكون لهم آثارهم في تصحيح مساري الخلق ولذا نوح الله جل وعلا بذكر أنبياءه عليهم السلام ليكتدى بهم ويسار على طريقتهم وهذه السورة قد جعل الله جل وعلا فيها قصص عدد من الأنبياء عليهم السلام ونشاهد أنها قد اجتملت على أربع مشتركات في قصص هؤلاء الأنبياء أولها أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده بحيث تكون العبادات كلها لله فلا يجوز أن يعبد أحد غير الله جل وعلا وفيها بيان أن أساس الضلال الذي وجد عند هذه الأمم هو بصرف هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى وأما الأمر الثاني الذي اشتركت في هذه القصص فهو الدعوة إلى الاستغفار وطلب العفو والمغفرة وبيانوا أن التوبة والاستغفار يترتب عليهم مصالح الدنيا والآخرة وأما الأمر الثالث فهو أنه ما من دعوة حق إلا وسيوجد من يضادها ويقف في وجهها ويحاول أن ينكل بالقائمين عليها فهذه سنة قائمة إلى يوم القيامة تكذيب أهل الحق والسعي في إبطال دعوتهم وصد الناس عنهم ومع ذلك فلله سنة ماضية ببقاء الحق وزوال الباطل وهذا هو الأمر الرابع الذي اشتركت فيه هذه القصص وهو نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين المعرضين الذين لم يستجيبوا لدعوة الحق وهذه الأمور الأربعة ليست خاصة بدعوات الأنبياء عليهم السلام بل كل من سار على طريقتهم فإنه سيسير على مسيرهم في أن دعوته تقوم على إيجاب إفراد الله بالعبادة وإيجاب أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى وفيها دعوتهم للتخفف من ذنوبهم ومعاصيهم وآثامهم بالتوبة والاستغفار وفيها أيضا أبيان أن معارضات أهل الباطل لأهل الحق لا تصدهم عن الاستجابة وعن السير والمضي قدما في دعوتهم للخير والهدى وفيها بيان العاقبة التي لا ينبغي بالإنسان أن يستعجلها فلله سنن في الكون ماضية بنصر أوليائه وبإهلاك أعدائه وهذه المعاني نجدها في هذه السورة واضحة جلية ولعلنا أن نقرأ شيئا من آيات هذه السورة لعل الله عز وجل أن يرزقنا فهما لها وتدبرا لمعانيها وعملا بأحكامها بل يتفضل القارب بارك الله فيه وأصلح الله ذريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ابتدى الله جل وعلا هذه السورة بذكر الأمور الأربعة التي تقدمت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبياني أن هذه الأمور الأربعة تشترك فيها هذه الدعوة المحمدية التي تدعو إلى عبادة الله مع دعوات الأنبياء السابقين وقد ابتدع الله جل وعلا هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم لبياني أن هذا القرآن ورد بلغة العرب وانطلق من حروفهم ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله في نظمه وبلاغته وإحكامه وشموله وعمومه وبقائه وحفظه وإعجازه في بل في أخباره الماضية والآتية وحينئذ يعجزون عن الإتيان بمثل هذا الكتاب ثم قال تعالى كتاب أحكمت آياته الكتاب هو القرآن العظيم فلا فرق بين الكتاب والقرآن وهذا يسمى عند العرب الترادف بحيث يدل إسمان على مسمى واحد لكن كل إسم له دلالة معينة ليست في الآخر فكتاب فيها دلالة على أنه مكتوب وقرآن دلالة على أنه مقرؤ ولا يمتنع أن يطلق على الذات الواحدة أسماء متعددة ولذا نجد أن لله جل وعلا أسماء متعددة كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ومن ثم من نفى أن يطلق على هذا الذي بين أيدينا قرآن فقد أخطأ وخالف دلالة النصوص ولا يصح له أن يستدل بقوله كتاب على أن هذا لا يسمى قرآن وقد قال تعالى إن هذا القرآن يأدي للتي هي أقوى وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقال جل وعلا فقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال جل وعلا أحكمت آياته الآيات هي العلامات الظاهرة الواضحة التي فيها دلالات بينة وبراهين صادقة وقوله في هذه الآيات احتمت يعني أن آيات هذا القرآن كانت متقنة لا خلل فيها ولا زلل فيها بل هي على غاية درجات الحسن في طريقتها وأسلوبها وهي كذلك على أعلى درجات الصدق في أخبارها وعلى أعلى درجات العدل في أوامرها ونواهيها ولذا كان هذا قرآنا محكما في آياته قال ثم فصلت أي بيّنت ووضّحت هذه الآيات فإنه يفهمها العربي وقد جاءت آيات القرآن ليفسر بعضها بعضها الآخر ثم جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضّح هذا القرآن وتبينه ثم قال من لدن حكيم من لدن حكيم خبير أي هذا الكتاب قد كان إحكامه وكذلك تفصيله من لدن رب العزة والجلال وقد جاء بهذين الإسمين الحكيم الذي يشتمل على معنيين الأول من الحكمة بوضع الأمور فيما يناسبها ويصلح لها ومن الحكم فإن أمره نافذ وقضاؤه لا بد واقع كما في قضاء الله وقدره ثم قال جل وعلا خبير أي أنه مطلع على خفايا الناس وأسرارهم وبالتالي يجعل لهم من الأحكام ما يتناسب مع هذه الخفايا فمن كانت خفاياه على الصدق والصلاح جازاه بالثواب المناسب له جزاء حسنا ومن كانت خفاياه على ضد ذلك خبثا وسوءا جازاه الله بالعقوبات الشديدة دنيا وآخرة فإذا علمنا أن هذا الكتاب قد أحكمت آياته وفصلت وأنه من لدن الحكيم الخبير فهو في ذاته على أعلى الدرجات وهو صادر ممن يملك الأمر كله جل وعلا وبالتالي فلا يبقى عند الإنسان شيء من التردد في عظم هذا القرآن وفضله ومكانته وأثره الجميل على من تمسك به وسار على طريقته فهذا الكتاب قد اجتمل على الهداية واجتمل على الرحمة واجتمل على الخير واجتمل على أسباب النجاح والفوز ثم ذكر جل وعلا القضية الأولى التي اشترك فيها أنبياء الله عليهم السلام ألا وهي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا فقال ألا تعبدوا إلا الله ففيه المنع من صرف العبادة لغير الله والعبادة يراد بها كل فعل أتابه للإنسان على وجه التذلل ليتقرب لمن عبده خوفاً ورجاء واستشعاراً لمراقبته فالعبادة حق خالص لله وحينما نفى العبادة عن غير الله أثبتها لله عز وجل فإن الاستثناء من النفي إثباته وهذا معنى قوله ألا تعبدوا إلا الله أي لابد من أن تكون العبادات خالصة لله جل وعلا وقد دلت النصوص على شرط آخر في العبادة ألا وهو أن يريد الإنسان بها الآخرة ودلت على شرط ثالث وهو أن يكون الإنسان على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذا قال جل وعلا إنني لكم منه نذير وبشير فقوله إنني للتأكيد في الكلام ولكم يعني أن كل واحد ممن توجه له الخطاب فرسولنا صلى الله عليه وسلم مبعوث إليه وهذا يشمل كل من وجد بعد عصره صلى الله عليه وسلم كل من وجد في عصره وبعد عصره صلى الله عليه وسلم ولذا كانت دعوته هي الدعوة الخاتمة التي هي آخر الدعوات والتي من لم يؤمن بها بعده كان من الخاسرين وقوله منه يعني من ذلك الحكيم الخبير الذي أنزل الكتاب العظيم ثم ذكر له صفتين أولهما النذارة فهو يخوف كل من خالف أمر الله ولم يتبع رسله بالعقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة ثم قال النذير وبشير أن يبشر من اتبعه وسار على طريقته بأن العاقبة الحميدة تكون له في الدنيا والآخرة ثم توجه إلى ذكر القضية الأخرى ألا وهي الدعوة إلى الاستغفار والتوبة فقال وأن استغفروا ربكم استغفروا أن يطلبوا مغفرة الله لأن الآلف والسين والتاء في لغة العرب للطلب فهذا توجيه إلهي إلى المؤمنين بأن يطلبوا من الله جل وعلا أن يغفر ذنوبهم وتقصيرهم وغفلتهم والمراد بالمغفرة تغطية الذنوب وإزالة آثارها وعواقبها وقوله في هذه الآية ثم توبوا إليه أي عودوا إلى الله جل وعلا بحيث تستقبلون بقية أعماركم بأن تكون وجوهكم إلى الله عبادة له وإنابة إليه وخوفا منه ورجاء له واستشعار لمراقبته ومحبة له جل وعلا وحينئذ من كان شأنه كذلك فالله جل وعلا سيجعل له العاقبة الحميدة فإنه لما آثر محبوب الله على محبوب نفسه جعل الله الفوز والنجاة دنيا وآخرة له ولذا قال جل وعلا ذاكرا ثواب الإكثار من الاستغفار والتوبة يمتعكم متاعا حسنا أن يجعل لكم من أمور الدنيا ما تتمتعون به أحسن درجات التمتع والاستفادة وبالتالي يوالي عليكم خيراته ورزقه ويجعلكم تتمكنون من نيل ثمرات الدنيا والآخرة فيمكنكم من أعدائكم وينصركم عليهم ويجعل العاقبة الحميدة لكم فتطمئن قلوبكم وتسكن نفوسكم مع ما ينتظركم من ثواب أخروي أعظم من ذلك ثم بين أن المتاع في الدنيا أن المتاع الحسن في الدنيا إنما هو إلى وقت قريب ولذا قال إلى أجل مسمى أي إلى وقت قريب وهو وقت وفاتكم حينما يقدر الله جل وعلا لكم الانتقال من الدنيا إلى الآخرة فيجعل الله جل وعلا لكم الثواب الجزيل إلى وفاتكم ثم وقال ويؤتي كل ذي فضل فضله يؤتي يعني يعطي ويمنح وفي هذا دلال على أن ما يناله الإنسان من الخيرات هو فضل من الله جل وعلا وإحسان منه سبحانه وتعالى وفضائل الله على العباد تترى قال ويؤتي كل ذي فضل فضله أي أنه يعطي من يتفضل ويحسن ويعمل ما يزيد على الواجب عليه فضله أي فضل الله جل وعلا وحسن ثوابه فقد جعل الله من جزاء الإحسان أن يعطى صاحب الإحسان إحسانا ثم قال وإن تولوا فيه إشارة إلى وجود من يعارض الدعوة ومن يعرض عنها ومن يحاول أن يصد الناس عن هذه الدعوة ولذا قال جل وعلا وإن تولوا أي إذا أعرضوا عن الاستجابة لما دعوتهم إليه من إفراد الله بالعبادة ومن الاستغفار إليه فحينئذ خوفهم من العذاب الألعى الكبير قال فإن تولوا أي فإن أعرضتم ولم تستجيبوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أي أتوقع أن يصلكم العذاب الشديد والكبير إذا استمريتم في ذلك وقوله عذاب يوم كبير فيه إشارة إلى أن بعض الكافرين والمعرضين لا تنالهم العقوبة الدنيوية وإنما تنالهم العقوبة الأخروية ولذا قال عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة الذي يخاطب الله فيه العباد فيحاسبهم على أعمالهم فيوقف كل إنسان ويسأل عن أعماله ثم قال وهو يعني رب العزة والجلال على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء ومن قدرته أنه قادر على إحياء الموت بعد موتهم ومن قدرته جل وعلا أن يجعل الخيرات تتوالى على أهل الإيمان وبالتالي لا يقع عندنا شيء من التردد في تصديق ما أخبر الله به فإنه صادق في وعده قادر على تنفيذ ذلك ثم أخبر الله عن شأن المعرضين فقال ألا إنهم يذنون صدورهم فإن المشركين من جهلهم يذنون صدورهم أي يميلونها ومن أجل أن يقولوا إننا نريد أن نستخفي من إلهك بحيث لا يرانا ولا يعلم ما في بواطننا ولا ما في صدورنا وهذا من جهلهم بالله جل وعلا فقال ألا إنهم يذنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعني أنهم يأتون بالثياب فيغطون أبدانهم بثيابهم بزعم أن الله لا يطلع عليهم ولا يعلم ما أخفوه بثيابهم التي غطوا بها أنفسهم وجهلوا أن الله عليم خبير فهو يطلع على خفايا الأمور وعلى الأسرار وهو يعلم السر وأخفى ولذا قال جل وعلا يعلم ما يسرون أي أنه لا يخفى عليه ما يخفونه سواء مما يهمون به من السوء أو يتآمرون به من الشر والمكر السيء والكيد فكل ذلك معلوم عند الله فإن الله يعلم ما في النفوس ويعلم ما يتحدث به الناس وما يضمرونه وهذا من عظيم قدرة رب العزة والجلال أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون بل إن الله جل وعلا عليم بذات الصدور فهو يعلم ما يوسوس به الشيطان في قلب الشخص ويعلم ما يهم به وما يجزم به وما يتضمنه قلبه من خوف من الله أو من المخلوق ومن رجاء لله أو للمخلوق وهو يعلم هل عند العبد استشعار لمراقبة الله سبحانه وتعالى له أو لا ومن ثم فإن طريقة هؤلاء بكونهم يغطون أبدانهم بزعمهم أن الله لا يطلع عليهم إنما هو من جهلهم ومن نقص عقولهم وفيه معنى آخر وهو أن هؤلاء المشركين يقومون بتغطية أنفسهم من أجل أن لا يسمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أنهم يضعون أصابعهم في آذانهم وبالتالي بيّن لهم أن هذا لا ينجيهم من عذاب الله فإن الحجة قد قامت عليهم ثم بيّن لهم بأنه جل وعلا قادر عليهم لا يعجزه شيء من أحوالهم ثم ذكّرهم بشيء يعرفونه في أمور دنياهم ألا وهو أمر الرزق فأمر الرزق الذي يهتم له أكثر الناس ويولونه عنايتهم وتنحصر مقاصد كثير من الناس في هذا الأمر أخبرهم بأنه إلى الله فهذا الذي تهتمون به علمه وشأنه وتصريفه إلى رب العزة والجلال ولذا قال وما من دابة في الأرض أي لا يوجد شيء على هذه الأرض يدب عليها سواء كان من الإنسان أو من الحيوانات البرية أو البحرية إلا والله جل وعلا قد جعل له طرائق في الرزق يدله عليها ويهديه إليها فالله الذي أوجد هذه النعم والله هو الذي سخر هذه الموجودات لهذه الكائنات وهو سبحانه الذي هدى هذه المخلوقات لأن تنتفع بهذه الموجودات وهو جل وعلا الذي جعل أبدان هذه المخلوقات تنتفع بأنواع الأرزاق ولذا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ثم قال ويعلم مستقرها ومستودعها الهاو هنا في مستقرها يعود على الدابة ودابة هنا نكره في سياق النفي فتعم جميع ما يدب على الأرض فقوله يعلم مستقرها أي المكان الذي تذهب إليه فتستقر فيه سواء كان أواخر رحالاتها السنوية إن كثيرا من الحيوانات لها رحلات سواء من الطيور أو من غيرها فلها مستقر تصل إليه وقد يراد بها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها اليومي بحيث يعلم جل وعلا أين ستذهب في كل يوم من أيام حياتها وهو سبحانه أيضا يعلم مستودعها أي المكان الذي تودع فيه إما بموتها أو قبرها أو نحو ذلك ثم قال سبحانه كل أي هذه التفاصيل من الأرزاق ومن الأفعال ومن جميع التصرفات كلها مسجلة في كتاب اللوح المحفوظ وهو كتاب مبين أي واضح ليس فيه خفاء فهذا اللوح المحفوظ يحتوي على جميع الحوادث وعلى جميع ما سيحصل على الناس سواء كان ذلك من الوقاع الأرضية البرية والبحرية أو الوقائع السماوية فجميع ما في الكون قد حاط الله جل وعلا بعلمه وقد سجله وكتبه في اللوح المحفوظ وهذه الوقائع شاءها الله وخلقها سبحانه وتعالى فنفذت مشيئة الله في جميع ما وقع في الكون ومن هنا يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر فلا يجزع لمصيبة ولا يتصخط لنقصان رزق وعليه أيضا أن يعود إلى الله محتسبا في جميع أحواله فيصبر عند المصائب ويشكر عند النعم ويكون من شأنه أن يطلب المغفرة عما حصل منه من زلل وغفلة وخطأ فهذه آيات عظيمة في أوائل سورة هود عليه السلام اجتملت على معاني عظيمة منها فضل هذا القرآن وعظم مكانته وأنه الكتاب المحكم المتقن الذي فصلت آياته وفي هذه الآيات دلالة على أن هذا القرآن قد وضحت معانيه لمن أراد أن يفهم هذه المعاني بطرائقها فإن العبد حينما يدخل في باب ليس عنده يتقان لصنعته لا يصيب فيه وإذا رجع إلى أهل الاختصاص فيه دلوه على ما ينفعه وهكذا في فهم كتاب الله وتفسيره وتدبر آياته يرجع في ذلك إلى الوحي كتابا وسنة ويرجع إلى علماء الشريعة الذين يدلون الناس على الوحي في ذلك وفي هذا دلالة على أن حكمة الله غالبة وأن حكمه جار على العباد وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالعباد وتحريم صرف شيء من العبادات لغير الله وقد جاء في النصوص ما يدل على أن صرف العبادات لغير الله يعتبر من الشرك وفيها وجوب أن يعبد الله وتحريم أن يغفل الإنسان عبادته جل وعلا وفي هذه الآيات أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون بالترهيب والترغيب فلا يستقل أحدهما عن الآخر ولذا قال تعالى على لسان نبيه إنني لكم منه نذير وبشير وبذلك نعلم خطأ أولئك الذين يقولون لا نعبد الله إلا بالمحبة وحدها ولا نعبده إلا بي ولا نعبده بالخوف والرجاء فهذا كلام خاطئ يترده النصوص الكثيرة ولذا من قال بأن الله إنما يريد من العباد أن يعبدوه بمحبة فقط فهو على خلاف طريقة كتاب الله عز وجل وعلى خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات الترغيب في طلب العبد للمغفرة من ربه جل وعلا وفي ها دلالة على أن العبد مهما بلغ من درجات العبادة فإنه لن يوازي بعبادته نعم الله وبالتحالي فهو يحتاج إلى أن يغفر الله له ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له في المجلس الواحد سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه ومئة مرة كما في حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي هذه الآيات أجوب رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى وإنابته كلما شرد عن مكان التوحيد والعبادة عاد إليه وفي هذه الآيات أن التصرف في الدنيا مملوك لله جل وعلا وأنه سبحانه يعطي بعض العباد من النعم ما يراه وفيها دلالة على أن الله يعطي أهل الإيمان من الخيرات والنعيم الدنيا الدنيوي ما لا يعطيه لأعدائهم حتى ولو رؤي أن هؤلاء الأعداء ينتصرون في الظاهر إلا أنهم في بواطنهم مغلوبون وأهل الإيمان منصورون ولذا تجدوا أن أهل الإيمان على قدر مصابهم يكون عندهم من الرضا والطمأنينة ما يستجلبون به خير الدنيا والآخرة وفي هذه الآيات تذكير الناس بأن الدنيا مؤقتة وبالتالي عليهم أن يستعدوا للآخرة ولذا قال إلى أجل مسمى وفي هذه الآيات الترغيب في الإحسان إلى الآخرين ودعوة الناس إلى أن يتفضل بعضهم على بعضهم الآخر وبيان أن من تفضل على عباد الله فإن الله جل وعلا يتفضل عليه ومن التفضل على عباد الله أن تدعوهم للحق والإيمان والهدى وأن تبين لهم الطريق الذي تستجلب به محبة الله ورضاه وفي هذه الآيات تحذير المخالفين المعرضين من العقوبة الشديدة في الآخرة وفي هذه الآيات بيانوا أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وفي هذه الآيات تذكير الناس برجوعهم إلى الله وأنهم عما قريب سيكونون بين يدي الله وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني يسأله عن أعماله وعن مدى إيمانه وعن موقفه من الله ومن رسله وفي هذه الآيات التذكير بقدرة رب العزة والجلال ومنها قدرته على الناس فينعم من شاء ويعذب من يشاء في الدنيا وفي الآخرة وفي هذه الآيات أن إعراض المعرضين عن دعوة الحق لا ينبغي أن يكون مخذلا لأهل الحق في الاستمرار في دعوتهم فلعليهم أن يدعوا إلى الله جل وعلا وأن يستمروا فيها مهما نالهم من الأذى ومهما أصابهم من الأعداء وفي هذه الآيات التذكير بعموم علم الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد حتى ما يخفونه وما يبدونه وما يسرونه وما يعلنونه بل إن علم الله وصل إلى ما في القلوب ولذا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ووصف نفسه بأنه يعلم السر وأخفى وفي هذه الآيات التذكير بأن أمر الرزق على الله جل وعلا ومن ثم من قام بأمر الله توكل الله له بأمر رزقه وفي هذه الآيات أن الرزق لا ينبغي ولا يجوز أن يطلب على جهة العبادة إلا من الله جل وعلا وفي هذا ترغيب في ترك الإنسان لسؤال الآخرين والطلب من أموالهم وفي هذه الآيات التذكير بعموم علم الله جل وعلا وأنه لا يخفى عليه شيء من أحوال المخلوقات فهذه النملة اليسيرة بل هذه الخلية التي تكون في الأبدان الحية بل هذه الأجزاء اليسيرة الصغيرة التي داخل الخلايا يعلمها الله جل وعلا ولا يخفى عليه شيء من أحوالها وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى فإننا متى اشتغلنا بأمر لم نستطع أن نلتفت إلى أمر غيره بينما قدرة رب العزة والجلال أعظم وأعظم وأعظم ولبالتالي فهو يعلم جميع حوادث الكون وسكناته في لحظة واحدة لا يخفى عليه شيء من أمورهم سبحانه وتعالى بارك الله فيكم وهذا يدعوكم إلى أن تستشعروا أن الله يراقبكم ويطلع على أحوالكم ولا يخفى عليه شيء من أموركم ومن ثم تكونون مبتعدين عما يغضبه حريصين على سلوك الطريق الذي يرضيها فهذا شيء من أحكام هذه الآيات بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه أن يعيننا على سائر العبادات في شهر رمضان وأن يمكننا من الصيام والقيام والاعتكاف وقراءة القرآن وذكره جل وعلا كما نسأله سبحانه أن يتقبلها منا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم ارزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه اللهم أصلح إمتا وولاة أمور المسلمين اللهم اجعلهم أسباب خير وهدى وصلاح واستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين تسليماً 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 اشتركوا في القناة